الشيخة بي عادم حفظه الله تعالى أن جمعكم بأمر الله جل وعلا في هذه الصلوات المباركات في شهر رمضان شهر الله المعظم شهر يكفر الله جل وعلا فيه السيئات وتتضاعف فيه الحسنات وهو شهر كريم وموسم عظيم من مواسم الخير حيث أن الله جل وعلا وفقنا في إقامة هذه الشرائع من صلاة وصيام وذكر وتلاوة قرآن وصدقة وغيرها هذا كلها من توفيق الله جل وعلا فترى من الناس لم يتوفقوا حيث هم في المقاه وفي أماكن أخرى ما وفقوا لهذه العبادة لأنهم ما عاطوا لأنفسهم هذه الفرصة العظيمة فرصة أن يدخل من أبواب الجنة فرصة أن الله جل وعلا عيّن من هذه الأبواب الثمانية باب واحد وهذا الباب باب الريان لمن؟ للصائمين فقط هنيعا لكم حتى تنال هذا الباب والأبواب الأخرى من أبواب الجنة والإنسان لما يأتي إلى الله جل وعلا يأتي إلى الله سبحانه وتعالى لأجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه وحكمة الله جل وعلا حكمة بالغة وشرائعه جل وعلا شرائع سمحة سهلة بسيطة لم يخلقنا لعبث والشرائع لم تأتي السدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله ما خلقنا عبث خلقنا لعبادة عظيمة ولشيء كبير عظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علمها من علمها من حكم هذه الشرائع وجهيلها من جهيلها وما أوتيتم من العلم إلا قليلة ما يمكن للإنسان أن يعلم جميع هذه الشرائع حكمها أبدا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة أن يعلم الإنسان ما حكمة الصلاة ما حكمة الصيام ما حكمة الزكاة ما حكمة الحج ما حكمة الجهاد وحكمة الصيام وما غير ذلك من الشرائع قد تخفى عليك بعض الحكم وهذا لا يعني أن الله جل وعلا لم يبين بيّن جل وعلا ولكن لعجزنا وتقصيرنا أننا ما توصلنا لهذه الحكمة ما توصلنا إليها لعجز البشر ولتقصيره في هذه الشرائع ولهذا الحكمة البالغة طاعة الله وطاعة الرسول هذا أكبر حكمة وأطيع الله وأطيع الرسول عليه الصلاة والسلام من أطاع الرسول فقد أطاع الله هذه حكمة أكبر حكمة تريد أن تعرف الحكم أكبر حكمة طاعة الله والرسول الكتاب والسنة ها أكبر حكمة تتبع هذه الأشياء حكم عظيمة حكم كثيرة لكن في القرآن وفي السنة ابحث عنها للعلماء عندهم من المسائل ما يعرفونها تجهلها أنت نجهلها نحن قد يعرفها بعضنا ونجهلها نحن نعم كثيرا لا ينبغي أن يتتبع الإنسان لأجمع حكمة هذه العبادة لا يجب أن يكون لك شوق في هذه العبادة شوق أنت تتقرب باشتياق لا كر لا ثقيل عليك ها؟ ولكن طوعا منك ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعند النساء وأحمد وما تأخر من صام رمضان إيمانا بالله أن الله أوجب عليه تصديقا بكتاب الله وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الإيمان إيمان بأنك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه أيام طويلة لا طوعا محبة أنت تركت الشهوة شهوة الحلال الزوجة عندك شوف حكمة الصيام الزوجة عندك على الفراش في صيام رمضان ما تتقرب منها للجماع خوفا من الله جل وعلا لعلكم تتقون شوف الحكمة أنت قبحت شهوة الحلال معنا حلال لكن ما جامعت في النهار رمضان حتى لا تقترف العثم والكفار المغرضة في إيتيان الزوجة في نهار رمضان جهارا خوفا من الله لعلكم تتقون الثلاجة معبأة بالطعام والشراب كل شيء موجود معبأة افتح الثلاجة ما أحد عندك الزوجة ناهمة والأولاد في المدارس أو في أماكن أخرى ثلاجة معبأة تفتح تشمها الحلاوة الموجودة الطعام الشهي والمشروبات الغازية وغيرها موجودة لكن خوفا من الله أقفلت الباب هذا قبحت شهوة الطعام الشهيات فإذن يضعوا طعامه وشرابه وفي رواية نكاحه من أجل من أجل الله جل وعلا حديث قدسي عند صحيح مسلم وغيرها نعم حكمة الصيام لعلكم تتقون تركت قول الزور وشهادة الزور والكذب والخيانة والغيبة والنميمة وغيرها من أمراض القلوب خوفا من الله جل وعلا قبحت ولا لا دست على هوى نفسك ابتعد عن هذه الأشياء من لم يدع قول الزور وعمل به والجهل فليس لله حاجة من أن يضع طعامه وشرابه نعم ترك كل هذه الأشياء تركت ماذا النظر إلى المحرمات واقتراف السيئات في نهارها وليلها رجاء رجاء ثواب الله جل وعلا تركت أما أن تقبل من الشرائع ما يقبله نفسك وتدع وتدع من الشرائع ما لا يقبله نفسك هذا ليس من الدين أنت ما أطاق الطاعة الصحيحة الطاعة الصحيحة رضى النفس على جميع هذه الشرائع التي أوجبها الله جل وعلا عليه جميع هذه الأشياء الواجبات أنت تقبلها من رضى نفسك هذا هو الإيمان أين الإيمان إذا؟ الإيمان طوعا لله جل وعلا أتيت طوعا شوقا لهذه الصلاة طاعة لله جل وعلا احتسابا للأجر والثواب لا رياء لا فخر لا علشان الإيمان فلان يراني أو الشيخ الفلاني ولا لأجل زوجتي وأولادي ولا لأجل فلان وعلا لا لأجل الله إيمانا واحتسابا نحتسب الأجر لله جل وعلا أجر الآخرة هنا القبول هنا أنت تخلو مع نفسك ماذا تفعل ماذا تريد أن تتقدم ماذا تريد أن تعمل تدع هذا تعمل هذا لا أنا أعمل على موجب الشريعة أدع على موجب الشريعة التقوى قائم على أمرين أمر ونهي بس هذا كل العلماء شرحوها تختصر زبدة في كلمتين أمرين أمر نهي الدين قائم على شيء فقط أمر تأتي إلى الأوامر رضا نفسك نهي حرام خلاص ما في أسأل ما في في النهي لا يكلف الله نفسا إلا ما تاهل لا ما في هذا الأمر اتقوا الله ما استطعتم حسب الاستطاع ما أمرتكم عن شيء فأتوا منه ما استطعتم ما تستطيع أن تصلي قائم صلي جالس ما تستطيع جالس على جنبك على جنبك ما تستطيع حرك العينين ما في هذا العينان ما في عين ما في كل شيء مشلول القلب هذا العقل موجود حتى يجن إذا جن رفع عنه القلب نعم فأتوا منه ما استطعتم صياب مريض فعدة من أيام أخر أخر عندك لين شعبا أخر ما في مشكل مسافر فعدة من أيام أخر ليش يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر دين سمح دين سهل دين بسيط لكن كيف يؤديها الإنسان هذا العمل كيف يؤدي هذا العمل كيف يؤدي هذه الطريقة هذه العبادة بس يسأل أهل العلم فاسألوا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى تعرف الطريقة الصحيحة في هذه العبادة كلمة أخيرة زاه الله خير شيخ أبو آدم طلبت منه أن الإمام يخفف عليكم وجزاه الله خير تبرع من نفسه جاء من بلاد بعيدة شاب حافر أتى أخذ من وقته وعطاه لكم طبعا أعطاه لله جل وعلا وأنتم كما تعرفون عندكم عمال عندكم شغل ذات الحاجة والمريض والكبير السن ما عندنا كبير سن وعيدة وكبير سن ما عندنا وعيدة قليل لكن طلب بسيط من الإمام زاه الله خير بارك الله فيه الركعات الأول صفحة أزاك الله خير وركعة ثانية تأتي حتى تبقى لك آيتين أو ثلاث تدعها للركعة الأولى من الركعات الأخرى بعد الأيام الساعات تزيد ولا تنقص سؤال شيخ أبو آدم تنقص زد الآيات بعدين زدها علشان الناس يتعودون شوي في العبادة ويشتاقون إلى هذه العبادة لأن أحب العمل إلى الله أدوى ما هو إن قل أنت إذا صليت مع الإمام ولو آيتين ثلاث آيات بتمهل ولو ثلاث آيات أربع آيات حتى ينهيها وينصرف من محرابه من مكانه كتب لك قيام ليلة مش شرط جزء كامل أو جزءان أو ثلاث لا يضع الأجزاء يوزعها على حسب الليالي ويبقيها البقيات الباقيات من الآيات في العشرة أو آخر يرتاح فيها في الختم إن شاء الله أزاكم الله خير وبارك الله فيكم والصحاب محمد علي الله ترجمة نانسي قنقر